موسيقى عندما نتحدث عن الطلاق والتطلق التي تصدر بأحكام كان واحد تطلق للغيبة التطلق للغيبة هو حق تمارسه الزوجة في حق زوجها المتغيب يقدر هذا الزوج هذا نظراً ظروف الهجرة تمشي وتترك هذا الزوجة ومن بعد يعني ما تبقاش لأثار دياله تقدر يكون بدأ علاقة زوجية جديدة بدأ حياة جديدة وهذا المأرأة تتكون محرومة من جموعة ديال الحقوق بعد مرة تتبغي تحصل على حقوق يعني مثلاً تمنحه داخل التراب الوطني المطلقة هي ما هي متزوجة هي ما هي مطلقة يعني تحرم من جموعة الحقوق فهنا تكون الحل ديالها هو أن القانون المغربي ينظم عملية تطلق للغيبة أن الزوج إذا غاب مدة سنة ويوم من حق الزوجة أن تنجز واحد العقد ديال الشهود تتسمى موج بغيبة عند العدول تشهدوا فيه بأنهم تعرفوا الزوج أو الزوجة وبأنه غاب غيبة اتصالوا عن القطاع لمدة تزيدوا عن سنة أو سنتين أو أربع سنوات فهي بهذه الوطيقة مع طلب ديالها لتتقدم به المحكمة يصدر بعد إجراء واحد المساطر المتبعة لإعلان في الراديو وفي الجريدة وبعد ما تتخبر أن هاد الزوج راه الآن زوجة ديالك تطلب تطليق إن كنت حاضرا فعليك أن تجي باش ما تصدرش المسطرة يعني في المدة لتتعطى وما تحضرش ومع سلك هذه المساطر كاملة المرأة تمنحوا حقها التطليق وبالتالي تتولي مطلقة هذا واحد وفي حين أن هذه العملية يعني يحرم منها الزوج يقدر يتزوج واحد المغربية مقيمة خارج الوطن أو أجنبية خارج الوطن ونحن نعرف بعض المرات أن هذه الزوجة الأجنبية تقدر تطلق مع بعض الصديقة ديالها أو صديقة ديالها ويقول لها بأن هذا الزواج هذا راب مجرد من أنك ستجي بهذه الزوج يقدر أنه يبني علاقة مع أخرى وبالتالي أنه رغي زواج مصلحة وكذا 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 فتدخل هذه الوسوس فتقطع الاتصال معه سواء مغربية أو أجنبية وبالتالي هذه السيطة يبقى معلقة أوتي واللي تقول لك أنا ما بقيتش بغي لن نلتحق بهذه الزوجة لن نبقى معها ولكن بغيت نبني حياة جديدة لأن السنين والعمر ديالي تضاع فهو تبغي يلتجى هذا المستارة تنجيب المدونة ما تلقوهاش وفي حين نحن نتكلم على أن مدونة الأسرة هي للأسرة للزوج وللزوجة يعني تمنح نفس الحقوق ونفس الواجبات للزوجين لماذا يحرم الزوج من هذه الحالة فهنا تكون هذا الزوج يعني ما عندوش الحق في هذه المستارة وبالتالي تكون عندو الحق الوحيد هو أنه يغير حالته تيمشي قلب على أنه عزري ولكن عندو في النسخة الكاملة بأنه متزوج بالسيدة كي غيدير يحصل على هذه الواثقة فإذا هنا يتكون حطينا المواطن المغربي في حرج فلابد من تمكين الزوج من هذه المادة التي تمكنه من إنجاز موجب غيبة حتى يتسنى له الحصول على وثيقة ديال التطليق وبتالي هذه الوثيقة تدخل بشي مرسل حياة دياله العادية مثل المرأة المغربي ترجمة نانسي قنقر